لعدة أيام تحول هذا الحي الفقير قرب ريو دي جانيرو إلى ساحة حرب حقيقية بين القوات الحكومية ومئات المسلحين الموالين لتجار المخدرات وتحصن المسلحون في هذا الحي بعد أن تراجعوا أمام الفرق العسكرية الحكومية إلى خارج مناطقهم سيكون كأس العالم والألعاب الأولمبية أكثر هدوءا لو توقفوا عن غزو مناطقنا لأننا ببساطة إذا أجبرنا على ترك هذه الأحياء سنذهب إلى أحيائنا وبينما تحاصرهم القوات الحكومية وتستعد للاقتحام دعتهم إلى الاستسلام تجنبا لإراقة المزيد من الدماء وجود هنا ما هو إلا رسالة إلى هؤلاء الخارجين على القانون بأننا لن نرحل وسنبقى حتى نعتقل وأودت المعارك التي استمرت أكثر من سبعة أيام حتى الآن بحياة خمسة وثلاثين شخص بينما يحاصر المئات من عناصر الشرطة والمظليين المدعومين بالمدرعات المنطقة التي يعيش فيها نحو أربعمائة ألف شخص الأمر الذي يثير المخاوف على حياة المدنيين حيث دعت منظمة العفو الدولية الحكومة إلى عدم استخدام القوة المفرطة حتى لا يتساقط المزيد من القتل بين المدنيين العالقين في المعارك بين الطرفين ونشأت الأزمة بعد قرار حكومة ولاية ريو بدعم من رئيس لويس إناسيو دالسيلفا الرد على تحديات المهربين الذين شنوا هجمات عديدة ردا على طردهم من الأحياء المجاورة وتشن السلطات المحلية منذ عام 2007 حملة على الجريمة المنظمة في المدينة التي تستعد لاستقبال دورة الألعاب الأولمبية بعد ستة أعوام كما تشارك في استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2014